أهلا يا عيسى وأهلا المشاهد الكريم طبعا اليوم إحنا بضيافة شخصية جميلة ورائعة ومؤثرة حقيقة يدعى حكيم الأمة هذا اللقب احتازه من خلال مجموعة الأقطار الإسلامية في الشرق وأيضا أطلقوا عليها الغربين الكثير من الفلاسفة والكتاب الغربين أطلقوا عليه هذا الاسم حكيم الأمة وشاعر الأمة وشاعر الإسلام احتازت كثير من الألقاب المهمة والمؤثرة طبعا هذه الشخصية اللي هو محمد قبال هذا الاسم كل شو هو يوارد علينا تقريبا ما نشوف محاضرة في الدين أو في الفلسفة أو في الاغتراب إلا وينطرح علينا هذا الاسم شنو سر هذا الاسم الكبير والعملاق مبدئيا مثل ما قدمت بداية الحلقة حركة الاستشراق هذه الحركة اللي استقدمت إلى مناطقنا الشرقية مفكرين وكتاب ورسامين وفنانين إلى الشرق يعني جاءوا من الغرب إلى الشرق دونوا كل تفصيل تقريبا عن الشرق دياناتهم أفكارهم طريقة معيشتهم سلوكهم ملابسهم لكناتهم صراعاتهم أصول القبائل تقريبا كل الأفكار ناقشوها وصارت واحدة من أهم المصادر اللي نرتكز عليها اليوم الشرق تقريبا كنت بدأ ياخذ علوم المستشرقين باعتبار أنه كانت حق سوداوية ومظلمة في تاريخ الشرق احتاجت أنه ياخذون مصادر من الغربين المستشرقين هما نوعين النوع الأول اللي بتعثتهم الكنيسة كانت أصولهم وأفكارهم دينية يجزوهم إلى الشرق حتى يدرسون الإسلام يدرسون طريقة المجتمع في الحياتية والتوغل في داخل المجتمعات الشرقية والجزء الثاني والصنف الآخر اللي هما وزارة المستعمرات دخلتهم للشرق حتى يصنون دراساتهم مستفيدة حتى يقدرون يحتلون الشرق ويسيطرون على مقدرات الشرق مقدرات الشرق اللي هي معروفة طبعا ابن خلدون أدى كلمة عبد الرحمن ابن خلدون هذا المفكر ومؤسس تقريبا أن من الاجتماع في العالم عنده كلمة خالدة شوكت هذه الكلمة في أفول الحضارة الإسلامية ابن خلدون قال تقريبا مس الشرق ما مس الغرب من ظلام بدت الحضارة الشرقية تنهار وتدخل في السبوات ابن خلدون شقت راح قال لازم تطلع جيل جديد أو يطلع جيل جديد هذا الجيل الجديد يبعث الحياة في الحضارة الشرقية حتى الكوكب كليته يتغير شكله طبعا من هذا الفكر من الفكر ابن خلدون إلى مفكرنا الكبير واللي اليوم احنا بضيافته هذه الشخصية والقامة الكبيرة اللي كان هندي ولاحقا أصبح باكستاني شون هذه المعادلة؟ طبعا بالهند تعرفون الصراعات اللي كانت موجودة بين المسلمين وبين باقي الديانات وجود المسلمين في منطقة محددة محمد اقبال أطلق عليه وهو صاحب هذا الاسم أطلق عليه باكستان اللي هي من المدينة اللي بيها المسلمين وطالب مبكرا بأن تكون باكستان دولة خاصة تنفصل عن الهند كون أنه هي تنتمي كل مقومات الدولة وحتى يعيشون ويحققون المنجزات كان محمد اقبال يخطط ويفكر إلى هذا المشروع من البداية محمد اقبال طبعا هذا الاسم أول شخصية تقريبا فلسفية وأدبية يطلق على مطار اسمه يعني المطار الوحيد اللي عليه اسم شاعر وأديب وفيلسوف ومطار محمد اقبال في باكستان ارتبط هذه الشخصية تقريبا باسم باكستان كل المسلمين في كل العالم وحتى الغربيين يعرفون هذه الشخصية إلا بمجتمعاتنا تقريبا هذا الاسم مغيب يعني في مناهجنا الدراسية ما يذكر هذا الاسم كثيرا ولا في برامجنا التلفزيونية ولا محمد اقبال شخصية كلش مؤثرة رح نحاول نقترب من هذه الشخصية من عدة محاور كون هي شخصية متشعبة يعني من الجانب السياسي عد رؤية وعد فكر ومن الجانب الأدبي تركنا ما يقارب لـ 12 ألف بيت 12 ألف بيت هو يتحدث عدة لغات منها الأردية اللي هي اللغة الهندية واللغة الفارسية اللي هي اللغة الثقافية للهند واللغة العربية كونها لغة الإسلام محمد اقبال هذه الشخصية طبعا مثل ما قدمت كتب تقريبا 12 ألف بيت يقارب 7 ألف منها باللغة الفارسية والباقي باللغة الأردية وترجمت تقريبا كل كتاباته إلى اللغة العربية وتتفاوت هنا من الترجمة بينما تكون ترجمة عالية ودقيقة واستخدام المفردات به يكون جيد إلى صنف الآخر اللي تكون الترجمات ضعيفة وللأسف تفقد خاصية كتابات محمد اقبال هذا بالجانب الأدبي لكن بالجانب الفلسفي وهو هذا جانب عميق جدا طبعا أول ما قرأت عنوان نحن هو كلش سامعين يعني بتغيير وتطوير الخطاب الديني لكن تطوير الفكر الديني هاي ما سامعيني أول من طرح هذا الموضوع حسب قراءاتي والطلاعي هو محمد اقبال تغيير فكر الدين محمد اقبال عده فلسفه وفلسفه عميقه وهذا السر اللي اليوم يعني حاب أحكي به أكثر من الجانب الأدبي الجانب الفلسفي لهذه الشخصية الكبيرة والرائدة طبعا ما بدئيا محمد اقبال في فلسفته طرح قضيتين أولا فناء الذات وإثبات الذات هذه ملخص الفلسفته فناء الذات شي يقول يقول أنت أمام الخالق الأعظم لازم أنت تفني ذاتك ويوصف هذه بعدة وصوفات وهذه الوصوف تكون دقيقة وجميلة جدا مثلا يقول فناء الذات أنت لما تسجد لله هذا موضوع فناء الذات إذلال إلى نفسك أمام الخالق الأعظم والقيام في الصلاة يقول هذا إثبات الذات هذه وقفة أز ووقفة كرامة ووقفة شموخ فالصلاة تحتوي على هذا المرادفين وأيضا الشهادة وصفها محمد اقبال بنفس الوصف يقول أشهدوا أن لا إلهة هذا فناء للذات إلا الله هذا إثبات للذات وهذا الشكل يبقى يسحب فلسفته على كل الأطر والميادين طبعا هذه الفلسفة رح نشوف إنه مشلون محمد اقبال رسخ إلى فكرة بدأ يعني محمد اقبال هو صاحب كلمة إنه الشرق أو الشمس أو النور أو الضياء والنور بالمعنى الفلسفي والأخوة المتصوفين هم أكثر دراية ومعرفة بهذا الجانب النور مو هذا النور اللي إحنا نشوفه بكل مكان النور بمعناه الفلسفي يقول النور يشرق من الشرق وكلمة الشرق هو يعني لما نقول الشمس تشرق يعني تطلع من الشرق يقال تشرق فيقول النور يشرق من الشرق يعني إنه كل المبادئ الروحية والكنوز الذاتية هي من الشرق أصولهم وهو هذا الشخصية محمد اقبال وعلي شريعتي هذول الشخصيتين اللي راحوا كل شهوايا نشوف لما كل شهوايا الشرقيين يروحون للغرب يتعرضون إلى الصدمة الثقافية والانتكاسة النفسية وصير عندهم أقدة الخواجة على عكس هذول الشخصيتين اللي راحوا وقدموا للغرب إصلاحات فكرية محمد اقبال وعلي شريعتي من صابه بالصدمة الثقافية ما راحوا إلى الغرب كمتسوقين راحوا كتلاميذ يعني الفرق بين المتسوق والتلميذ إنه المتسوق يروح يشتري أفضل بضاعة لكن ما يقدر يحقق أي شي بيه والتلميذ يروح يتعلم مبادئها ويجي يصيغ فكر ويطوره والتلميذ بالتالي يتخرج وعندما يتخرج راح يكون مدرسة الحالة محمد اقبال وعلي شريعتي وخلي نختص بمحمد اقبال هذا الشخص لما طبعا هو بدراسته مبدئيا درس بالهند وانتقل إلى ألمانيا ومن ألمانيا انتقل إلى بريطانيا وخلال رحلات درس الفلسفة ودرس القانون صار حقوقي يعني لما نقترب من الفلسفة وخصوصا الفلسفة الرومانسية واصحاب الفلسفة الرومانسية مثل ما هو معلوم يكرمون الذات حتى اختلافه ويا نيتشي يعني نيتشي صار أدل خلاف بس بمنطقة نكران الذات الإلهية ونكران الخالق محمد اقبال بس بهاي النقطة قاطع وياه لكن شان كلش متفق وياه بتكريم الذات وانه الذات الإنسانية هي محور للوجود وعليها لازم تترتب كل المفاهيم وكل القوانين الإنسانية فلسفة محمد اقبال لما يقول انه الغرب خسارته الوحيدة انه هو ابتعد عن التوحيد وابتعد عن الفكر الديني يعني صارت الفلسفة الغربية هي فلسفة بعيدة عن الأخلاق غير أخلاقية مثل ما نطالع وراح أرجع على فكر نيتشي نيتشي يقول انه احنا لازم نترك الضعيف واذا شفتنا شخص واقف أو ضعيف واقف على حافة نهر لازم ندفع حتى نتخلص من عنده وهي شكل كل أفكار نيتشي فمحمد اقبال يقول الفلسفة الغربية هي تخلت عن المبادئ الأخلاقية وبقى الشرق متمسك بأخلاقياته الشرق هنانا محمد اقبال لما اجي عالج مشاكله اقترح فد مفهوم جديد طبعا هو صاحب فكرة الاجتهاد وراح تقولولي فكرة الاجتهاد موجودة أصلا بالفكر الإسلامي لكن محمد اقبال طرحه بطريقة أخرى ومغايرة يعني يقول لازم يصير الاجتهاد الديمقراطي والاجتهاد الديمقراطي يقول يصير مجلس مثل البرلمان ما يشبه البرلمان هذا المجلس مختص بتحديث الأفكار الدينية يقول محمد اقبال أن الفكر الديني تجمد في مرحلة ما وصار غير صالح لعصرنا يقول محمد اقبال وهذه افتفاته مهمة جدا من عنده يقول احنا علاقنا بالوساط مثلا المنبع والمصدر الأم مصدر النور اللي هو الوحي والكتاب اللي هو القرآن الكريم يقول لما صار مترجمين ومترجمين يترجمون عن المترجمين أو مفسرين مفسرين يفسرون عن المفسرين وصارت سلسلة من الحلقات كل حلقة من هذولي صار حاجز وعائق أمام اتصالنا المباشر بمصدر الوحي يقول هذه العقبات لازم يكون هنزيلها لأن هذه العقبات اجتت آنيا بمرحلة زمنية وبظرف اجتماعي وبظرف سياسي وبظرف اقتصادي يعني مثلا أحد الصحابة أو بعض خلي نفترض دائرة من السلف الصالح حتى نتعايش بظرف اقتصادي وظرف اجتماعي وظرف تاريخي حتى معليها أن تكون تفاسيرهم ورأيتهم للدين الإسلامي متوافقا مع زمنهم وبيئتهم احنا اليوم بالقرن الواحد وعشرين ولما البشرية بقد تصعد بمفاهيمها وفكرها اليوم احنا ما يصر نرتكز ونستند على نفس المفاهيم القديمة لازم نحدث ونطور ومن هذا السبب محمد اقبال اقترح ديمقراطية الاجتهاد اقترح أن تكون اللجنة تعيد صياغة الفكر الديني وفق الفلسفات والأفكار الحديثة هذه الرؤية وهذا التصور خالفه لمحمد اقبال كل شهوية وقتبرون هو خرج عن الملة وعن الفكر الإسلامي لكن أضاءاته وإشراقاته في مؤلفاته الفكرية والفلسفية تثبت العكس بدليل أن محمد اقبال صار واحد من أهم المصادر في هذا الميدان والكثير من علماء المحدثين والمجددين في الفكر الإسلامي وأيضا المصلحين الاجتماعيين ارتكزوا على أفكار محمد اقبال فضلا عن الجانب الشعري والأدبي لتقريبا كل أفكاره وهنا نهما راح نشوف تأثير الفلسفة الألمانية بكتابات على اعتبار أن الكثير من أساتذ محمد اقبال اعتمدوا على الشعر والأدب لنقل فلسفاتهم من خلال القصاد طرح تقريبا كل رؤيته من خلال قصاده ووحدة من أجمل قصاده اللي غنتها أم كلثوم طبعا ترجمت إلى اللغة العربية تقريبا كل كتاباته ومؤلفاته وأتمنى من المتلقي الكريم يتابع هذه الشخصية وأنا متأكد راح أضيف للكثير في حياتي يا عيسى اللي دافعت عن الإسلام واللي ظل متحفظ عن الإسلام وظل بقى أنه يكتب فقط عن الإسلام ودفاع عنه بالغرب ترى فأفكار الغرب وغيرها يعني وأكو مقولة يعني عنده اللي هو نزار قرطبة ودخل للجامع والأسف الشديد أنه لقى بالجامع لقى ماكو مصلين لقى أنه داخل الجامع بيعون الخمر وهناك الزنة والفواحش موجودة فهو قاعد أخذ لزاوية فبجأ فمن بجأ قبل استهلم أنه لجأ شعر فهناكو قصيدة نهرة حضيفها والكلام اللي أنت حضرتك قلته فأنا السراحة استعين بتلفوني للمحافظة يقول أرى التفكير أدركه خمولي ولم تبقى العزائم في اشتعالي وأصبح وعظكم من غير نور ولا سحر يطل من المقال وعند الناس فلسفة وفكر ولكن أين تلقينا الغزالي الله وجلجلة الأذن بكل حي ولكن أين صوت من دلالي منائركم علات في كل ساحن ومساجدكم من العباد خالي طبعاً إضافة على هذه القصيدة هو بهذه القصيدة تحديداً كانت عدة أطروحها اللي هي يعني محاربة الفكر الكلاسيكي وعدة بوحدة من الجامعات الألمانية ووحدة من آخر رسالة آخر رسالة كتب إلى التلاميذ اللي هم تقريباً كانوا كلهم من المسلمين هو كالخطابة لأمصطفى باشا بالضبط هذه الرسالة هي تقريباً صالة الخالدة وللأسف مو كل رسالة وكل كتابات ترجمت طبعاً مؤلفات تقريباً كلها ترجمت حتى قصائد أغلبها ترجمت لكن رسالة مو كلها وخطاباتها الذاتية والشخصية ما ترجمت كلها إلا العربية طبعاً باقي اللغات ترجمت يعني بإنجليزية بالأرمانية وكل موجودة بهاي الرسالة أوصى الشباب المسلمين أن يعتزون بفكرهم لكن مو هذا التالس انتبهت بواحد من أبيات القصيدة ينتقد رجال الدين وينتقد حتى الموذنين يقول صح شوف الفرق بين إذان بالضبط وبين المفكرين والدعاة في مرحلة صدر الإسلام وتأثيرهم على المجتمع بين الكهنة اللي إيسا هم عايشين ويانا طبعاً حديثي طول عن هذه الشخصية يا إيسا السؤال يعني عذراً الوقت والدنا من جوزة داهمة لكن حكيم الأمة يعني لماذا تسمية حكيم الأمة هذا الحال ودى المشاهد أنه هو ضحاني بس أنه أريد من عندك أنه تبين للمشاهد أنه شنو معنى حكيم الأمة ليش معنى الشعراء هناك كثير من الشعراء بس ليش اختص حمد قبال بحكيم الأمة طبعاً هو هذا الشخصية المفارقة والمميز بأنه قلت لك درس الفلسفة الحديثة درس تقريباً كل الفلسفات واختار الأقرب من عده الأقرب إلى المزاج الروحي اللي هي الفلسفة الرومانسية العلمانية معروفة فاختار الذاتية ولما نجي نقل الفكر الديني نقله وفق الفلسفات الحديثة ومنها نصارت حكمته في تحديث وتطوير الفكر الديني وخلع الخطاب الديني الكلاسي كعنه عشا تيدك شكراً جزيلاً برغم لكل هذه المعلومات الثقافية اللي دائماً أنه ترفضنا بيها ونتمنى لكل التوفيق والنجاح إن شاء الله شكراً جزيلاً